مرحباً بيتر بيردر مارك هنا هناك الكثير مما يحدث الآن في عالم اللوائح قررت هيئة بيئة العمل السويدية أن الهيكلة التنظيمية الجديدة سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2025 ومع ذلك يأتي الكثير من القواعد المتغيرة بالنسبة لأولئك منا الذين ينشطون في تقديم الدورات التدريبية على سبيل المثال تنسيق البناء وبيئة العمل فإن هذا شيء سيؤثر بالطبع علينا ولكن أيضاً على عملائنا من ناحية نفكر في الدورة التدريبية أكثر كاشتراك بحيث نبدأ في تضمين هذا النوع من الأخبار بالفعل الآن في دوراتنا وبعد ذلك لديك أيضاً 12 شهراً للقيام بالدورة التدريبية ولكن أيضاً المشاركة في جميع التحديثات التي ستأتي الشيء الصغير الذي نجده مرهقاً عندما يتعلق الأمر باللوائح أي إفاس هو أنه غالباً ما يكون هناك الكثير من المراجع لذا فإن استيعاب مبدأ تربوي أمر صعب للغاية ما تراه الآن في الصورة هو صفحة الدورة التدريبية بأسهل طريقة على الإطلاق نصنع صفحات الدورة التدريبية بالنصوص والصور ولكن هنا أضفنا أنه يمكنك أيضاً النقر لذلك عندما تصل إلى مرجع فقرة كما في هذه الحالة يجب على العميل التأكد من وضع خطة بيئة العمل وفقاً لللوائح ثم الإشارة إلى الفصل الرابع والفقرتين الثالثة والرابعة ثم يتساءل للمرء ما هو هذا الحكم على أي حال ثم يمكنك النقر فوقه ثم يمكنك المشاركة في هذه القطع هنا وبهذه الطريقة نتخيل أنه يمكن نقل بعض المعلومات والمعرفة بهذه الطريقة حسناً ربما ليس الكثير من علم الصواريخ ولكن طريقة للعمل بشكل أكثر ديناميكية مع اللوائح لذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل سنقدم كتلة جديدة تماماً في دوراتنا في بيئة العمل الإنشائية والتي تتضمن بعد ذلك لائحة تسمى 2023 نقطتين ثلاثة والتي ستكون بعد ذلك هي التي تحل محل لائحة هيئة بيئتنا لعمل 993 نقطتين ثلاثة هذا هو الحال ودعنا الآن اشتركوا في القناة